اهلا بكم اعزائي من جديد في استكمال دراسة الحركة في الانسان في الحلقة الماضية درسنا تركيب العضلي العضلة الهيكلية بالتحديد وعرفنا بتتكون من ايه والنهاردة هنكلم عن آلية انقباض العضلة عاوزين نفتكر بعض النقاط المهمة بتحتوي الليفة العضلية من 1000 ل2000 لييفة عضلية مرتبة طوليا زي ما قلنا المرة اللي فاتت موازية لمحور العضلة وموازية البعضها بالطبع وموازية لمحور العضلة عملية الانقباض للعضلة بتتم تبع نظرية العالم هاكسلي وسماها نظرية الخيوط المنزلقة والنظرية دي هي اشهر النظريات اللي فسرت انقباض العضلات وبتعتمد على التركيب المجهري الدقيق لالياف العضلات طبعا احنا درسنا المرة اللي فاتت لكن نفتكر مع بعض ان بتتكون كل ليفة عضلية من مجموع من اللييفات عضلية وكل اللييفة عضلية فيها مجموعة من الخيوط عدد كبير من الخيوط البروتينية من نوعين النوع الاول خيوط رفيعة من خيوط الاكتين مادة الاكتين والنوع التاني خيوط غليزة من مادة المايوسين استخدم العالم هاكسلي المجهر الالكتروني في المقارنة بين اللييفة العضلية في حالة الانقباض والليفة العضلية في حالة الراحة او الانبساط وزي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة دي قطع عضلية بتبين فيها خيوط الاكتين والمايوسين المناطق المضيئة والمناطق المظلمة او الداكنة والمناطق الشبه مضيئة وفي النظرية دي بيشرح ازاي الخيوط البروتينية المكونة للالياف العضلية الوحدة بتنزلق فوق بعضها فبتمتد من خيوط المايوسين روابط مستعرضة لو لاحظنا خيوط المايوسين اللي هي باللون الازرق في نهايتها في الطرفين فيه اجزاء خارجة منها ودي اللي هي بنسميها الروابط المستعرضة او ما يشبه الخططيف بيتم تكونها بمساعدة ايونات الكالسيوم يعني عشان تتكون اصلا هي محتاجة عنصر او ايونات الكالسيوم الخططيف او الزوائد اللي بتخرج من خيوط المايوسين بترتبط بخيوط الاكتين وبتعمل الروابط اللي بترتبط ما بين خيوط المايوسين والاكتين في عملية جذب خيوط الاكتين تجاه بعضها وده عشان كده سمناها نظرية الخيوط المنزلقة في وجود كمية من الطاقة اللي بتصدر او بتستخرجها الخلية من جزيئات الاتي بي بتستطيع في الحالة دي الروابط انها تضم خيوط الاكتين تجاه بعضها وبيحصل انزلاق للخيوط فوق بعضها عشان كده سمناها نظرية الخيوط المنزلقة طبعا في حالة الانقباض تقترب المنطقة زد الى المنطقة زد الاخرى فينتج عن ذلك انقباض الليفة العضلية وده الصورة اللي قدامنا بتوضح الليفة العضلية في حالة انبساط ونفس الليفة في حالة انقباض نلاحظ ان ايامات الكالسيوم ليها دور هام جدا في انتقال السيل العصبي من نهايات الخلايا العصبية الى الليفة العضلية كذلك ليها دور هام جدا زي ما قلنا دلوقتي في تكوين الرابط المستعرضة بين خيوط المايوسين وخيوط الاكتين الطاقة الناتجة من جزيئات ATP ضرورية لكي تنزلخ خيوط الاكتين بواسط الخطاطيف زي ما قلنا اللي موجودة في خيوط المايوسين تجاه بعضها البعض اذا عملية انقباض العضلة محتاج حاجتين مهمين جدا ايونات الكالسيوم ومحتاجة كمان طاقة نتجة من جزيئات ATP اللي موجودة داخل الخلايا نقدر نستخلص بعض النقط الهامة جدا كملخص للدرسنين المنطقة المضيئة بيقل طولها نتيجة تقارب خيوط الاكتين من بعضها البعض في أثناء عمية الانقباض والمنطقة شبه المضيئة H يقل أو ينعدم طولها وذلك حسب قوة الانقباض يعني المنطقة H اللي هي في منتصف المنطقة الداكنة بيقل طولها بدرجات على حسب قوة الانقباض للعضلة المنطقة A يبقى طولها كما هو القطع العضلية الساركومير يقل طولها نتيجة تقارب خطة يزد من بعضهم البعض في حالة الانقباض يقترب خطة يزد وفي حالة الانبساط يبتعد ويعود إلى وضوء أصلي وبالتالي في حالة الانقباض القطع العضلية بيقل طولها خيوط المايوسين بتنشأ منها روابط مستعرضة تعمل كخططيف تسحب بمساعدة الطاقة المهتزنة في جزيئات الـ ATP تسحب طبعا خيوط المايوسين خيوط الأكتين أيضا تتقارب من بعضها البعض في اتجاه المنطقة شبه المضيئة فتقل المنطقة المضيئة خيوط Z تتقارب من بعضها فيقل طول القطع العضلية اللي هي منطقة الساركومير دي بعض النقطة المهمة اللي محتاجين نركز عليها في دراسة انقباض العضلة في حالة الانبساط أو زوال المنبه بتبتعد الروابط المستعرضة عن خيوط الأكتين لكي تنبسط العضلة يبقى الروابط المستعرضة اللي تكونت من خيوط المايوسين وبترتبط بخيوط الأكتين في حالة الانقباض المفروض في حالة الانبساط انها بتترك خيوط الأكتين وبتبتعد عنها وبذلك تبتجي مرحلة الامبساط أو عودة العضلة لوضعها الطبيعي عشان يحصل كده محتاجين طاقة بتستهلك العضلة جزء من الطاقة المخزنة في جزيئات ATP لفصل الروابط المستعرضة عن خيوط الأكتين تتباعت خطوط Z عن بعضها فتعود القطعة العضلية إلى طولها الأساسي ودي حالة الامبساط وتبقى نظرية الخيوط المنزلقة يمكن عمل مقارنة كالأتي الليفة العضلية في حالة الانقباض تتصل الروابط المستعرضة الممتدة من خيوط المايوسين بخيوط الأكتين ثم تسحبها باتجاه بعضها البعض فتنقبض العضلة طيب وفي حالة الامبساط تبتعد الروابط المستعرضة عن خيوط الأكتين فتنفصل خيوط الأكتين عن خيوط المايوسين وتنبسط العضلة وتعود لوضعها الأصلي الليفة العضلية في حالة الانقباض تتقارب خطوط Z من بعضها فيقل طول القطعة العضلية وكمان بتحتاج إلى أيونات الكالسيوم والطاقة المخزنة في جزيئات الـ ATP طيب وفي حالة الانبساط تتباعد خطوط Z عن بعضها وتعود القطعة العضلية إلى طولها الأساسي وتحتاج إلى أيضا طاقة المخزنة في الـ ATP يبقى في حالة الانقباض بتحتاج القطعة العضلية تحتاج إلى أيونات الكالسيوم والطاقة لكن في حالة الانبساط بتحتاج إلى الطاقة قصور نظرية الخيوط المنزلقة فسرت نظرية الخيوط المنزلقة انقباض العضلة الهيكلية المخططة الهيكلية المخططة فقط ولكنها لم تستطيع تفسير آلية انقباض العضلات الملساء على الرغم من وجود الخيوط البروتينية في الألياف العضلية الملساء والتي تتكون من نوع يشبه إلى حد كبير خيوط الأكتين في العضلات الهيكلية يبقى العالم حكسلي قدر يفسر انقباض وانبساط العضلات الهيكلية المخططة ولكن ما قدرش يفسر انقباض وانبساط العضلة الملساء في بعض المصطلحات الهامة جدا في حاجة اسمها الوحدة الحركية ايه هي الوحدة الحركية؟ هي الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية وهي بتتكون من ايه؟ تتكون من الخلية العصبية اللي حينتقل من خلالها السيالة العصبي بالإضافة لألياف العضلية المتصلة بيها فوصول السيالة العصبي إلى العضلة يؤثر عليها ويجعلها تنقبض وانقباض العضلات ما هو إلى محاصرة انقباض جميع الوحدات الحركية المكونة للعضلة فبتتكون الوحدة الحركية من مجموعة من الألياف العضلية والخلية العصبية التي تغذيها يبقى خلية عصبية وحدة متصلة بمجموعة من الألياف العضلية ايه ان كل خلية او ليفة عصبية حركية طبعا احنا نسميناها حركية لانها منتصلة بالعضلات تتصل بعدد من الخلية والألياف العضلية عن طريق التفرعات النهائية الموجودة على شكل انتفاخات وهو ما يسمى بالوحدة الحركية يبقى تاني ايه هي الوحدة الحركية؟ هي الخلية العصبية اللي متصلة بمجموعة من العضلات الاتنين مع بعض النهايات الاعصاب مع العضلات يعني معنا كده الوحدة الحركية دي عبارة عن الوصلة بين الجهاز العصبي والجهاز العضل تركيب الوحدة الحركية طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة دي محور الخلية العصبية نهاية الخلية العصبية وفي نهايات التفرعات النهائية للخلية العصبية في انتفاخات زي ما احنا شايفين لو احنا خدنا جزء منها وكبرناه هنشوفه في الصورة هي الزر التشابكي اللي كلمنا عنه قبل كده هو الانتفاخ ده اللي بيمتلق بالحويصلات اللي ممتلئة أيضا بالنقلات العصبية وكمان الجزء المتعرك اللي هو الموجود في غشاء الليفة العضلية الجزء ده اللي احنا بنسميه الصفيحة العضلية وهو اللي بيستقبل السيدات العصبية الآتية من محور الخلية العصبية فعند دخول الليف العصبي الحركي إلى العضلة يتفرع العدد كبير من الفروع العصبية داخل العضلة زي ما احنا شفنا وكل الليف عضلي حركي بيغاسي عدد يتراوح ما بين 5% من الألياف العضلية يبقى كل الليف عصبي حركي بيتصل به من 5% من الألياف العضلية وده بيكون بواسطة تفرعات نهائية زي ما احنا شايفين اللي تتصل الوحدة منها بالصفائح النهائية الحركية يبقى فين الصفائح النهائية الحركية هي الجزء القريب جدا من الزر التشابكي اللي يستقبل السيدات العصبية من خلاله وده اللي احنا بنسميه بالوصلة العصبية العضلية وهي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن موضع اتصال النهايات العصبية على الساركوليما ايه هو الساركوليما؟ هو الغشاء الخارجي الغشاء البلازمي المحيط بالليفة العضلية في بعض النقاط الهمة بيجب ان نضعها في اعتبرنا ان الوحدة التركيبية للعضلة الهيكلية هي الليفة العضلية يبقى الوحدة التركيبية للعضلة الهيكلية هي الليفة العضلية او الخلية العضلية طبعا الوحدة الغذيفية للعضلة الهيكلية هي الوحدة الحركية الوحدة الحركية نفتكر هي عبارة عن بالزبط كده هي نهايات العصاب أو نهايات العصب الحركي المتصل بمجموعة من الألياف العضلية وأصغر وحدة انقباض هي القطعة العضلية القطعة العضلية هو جزء في الليفة العضلية أحيانا الشخص بيعمل بعض المجهود العضلي ويحصل عنده ما يسمى بالإجهاد العضل الإجهاد العضلي سببه انقباض العضلة بصورة متتالية وسريعة وذلك لأن الدم لا يستطيع نقل كمية كافية من الأكسوجين بالسرعة الكافية ليوفر للعضلة احتياجاتها من التنفس الهوائي وإنتاج الطاق يبقى أثناء أداء الإنسان لعمل شاق أو تمرينات رياضية مثلاً بيحتاج لكمية كبيرة من الأكسوجين وعمالية التنفس ممكن ما تكونش كفاية أنها تورد كمية كافية من الأكسوجين للعضلات وبالتالي بتلجأ العضلة إلى تحويل مادة الجلايكوجين اللي هو النشا الحيواني المتدخر في داخل العضلة إلى جلوكوز علشان يتأكسد بطريقة التنفس اللاهوائي يعني بعدم استخدام الأكسوجين وده علشان ينتج كمية أخرى من الطاقة وإنتاج الطاقة الكافية للعمل الشاق أو للمجهود العضلي اللي بيقوم به الإنسان بينتج عن هذه العملية تراكم حمد اللاكتيك الذي يسبب تعب العضلة أو إجهدها زي ما درسنا العام الماضي أن التنفس الهوائي لجزيء واحد من الجلوكوز بينتج عنه عدد كبير من جزيئات ATP المخزنة للطاقة 38 جزيئ لكن في التنفس اللاهوائي بينتج 2 جزيئ فقط من ATP لكن كمان مع حمد اللاكتيك وهذا الحمد يتراكم داخل العضلات مما يسبب إجهاد العضل مصطلح آخر يسمى الشد العضلي إزاي بيحصل الشد العضلي؟ لما بتناقص جزيئات الـ ATP بيؤدي إلى عدم انفصال الروابط المستعرضة من خيوط المايوسين لخيوط الأكتين فتظل في حالة ارتباط والارتباط ده هو ده اللي بيسبب حدوث الشد العضلي المؤلم إمتى بيحصل زوال الإجهاد للعضلة؟ عند الراحة فبتصل للعضلة كمية كافية من الأكسوجين فتقوم العضلة بالتنفس الهوائي مرة أخرى وينتاج كمية كبيرة من جزيئات الـ ATP اللي بتعمل على انفصال الروابط المستعرضة من خيوط المايوسين لخيوط الأكتين مما يؤدي إلى انبساط العضلة وبالتالي بتبدأ العضلة من جديد في تتابع الإنقباضات والإنبساطات بنلاحظ أنه يحدث الشد العضلي بسبب وصول النبضات العصبية غير صحيحة من المخ إلى العضلات مما يتعارض مع الأداء الطبيعي لها وعند حدوث التنفس اللاهوائي للعضلة يؤدي ذلك إلى تراكم حمض اللاكتيك الذي يؤدي إلى إجهاد العضلة وأعراضه إحساس بالتعب والإجهاد وكمان بيحصل تناقص لجزيئات الـ ATP اللي بيؤدي إلى الشد العضلي وممكن يتسبب الشد العضلي الزائد إلى حدوث نسف دموي وتمزق للعضلة ودلوقتي إحنا معدنا مع الأسئلة ما الأيون المسؤول عن نقل السيال العصبي من النهايات العصبية إلى الألياف العضلية؟ يترى البوتاسيوم ولا الكالسيوم ولا السوديوم ولا الكلور؟ أكيد هو الكالسيوم بطء الاستجابة لدى متعاطي المخدرات يرجع إلى تأثير المخدرات على كمية الـ ATP ده المقصود بالطاقة نسبة الكالسيوم مستقبلات الليفة العضلية ولا إنزيم الكولين استيريز أكيد تعاطي المخدرات بيؤثر على مستقبلات الليفة العضلية عند الإنقباض العضلي لعضلة هيكلية مجهدة بيتكون حمد اللاكتيك خارج الألياف العضلية وحمد الخليك داخل الألياف العضلية ولا حمد اللاكتيك داخل الألياف العضلية وحمد الخليك خارج الألياف العضلية ولا حمد اللاكتيك داخل وخارج الألياف العضلية ولا حمد الخليك داخل وخارج الألياف العضلية طبعا في حالة الإنقباض العضلة مجهدة معنى كده أنه كيمية الأكسوجين غير كافية وبالتالي العضلة بتقوم بتنفس لاهوائي وبالتالي نتيجة التنفس اللاهوائي بيحصل تراكم لحمد اللاكتيك يبقى حمد اللاكتيك داخل الألياف العضلية وحمد الخليك طبعا بيكون خارج الألياف العضلية ما الأيون الذي يحفز العضلة للإنقباض بصورة مباشرة ترى البوتاسيوم ولا الكالسيوم ولا السوديوم ولا الكلور طبعا هو أيون السوديوم لأن أيون السوديوم هو اللي عند تأثر الغشاء الساركوليمة للليفة العضلية بيحدث أنه يدخل داخل الليفة العضلية في حالة عدم الاستقطاب وبالتالي الإجابة هو السوج يلزم لإنبساط العضلة الهيكلية بعد إنقباضها وجود أيونات كالسيوم وإنزيم كولين استيريز ولا جزيئات ATP وإنزيم كولين استيريز ولا أيونات سوديوم وجزيئات أستايل كولين ولا أيونات كالسيوم وجزيئات الـ ATP تفتكروا إيه؟ بالضبط كده هو جزيئات ATP وإنزيم كولين استيريز ما المناطق التي يزداد طلها عند إنبساط العضلة الهيكلية المنقبضة؟ المنطقة I وH ولا A وH ولا I وA ولا I وH وA مضبوط المنطقة I للمنطقة المضيئة والمنطقة شبه المضيئة H هم دول اللي بيزداد طلهم عند إنبساط العضلة ماذا يحدث عند أداء تمرينات رياضية شق؟ تزداد أكسادة الجلوكوز بالأكسوجين؟ ولا يزداد إنتاج ATP؟ ولا يزداد استهلاك الجلوكوز؟ ولا يزداد تصاعد ثاني أكسيد الكربون؟ تفتكروا إيه الإجابة؟ طبعا يزداد استهلاك الجلوكوز لأنه في الحالتين سواء كان العضلة بتتنفس هوائيا أو لا هوائيا فبيزداد استهلاك الجلوكوز ماذا يحدث؟ إذا تعرض شخص لمادة سامة ترتبط بمستقبلات النواقل العصبية في غشاء الليفة العضلية لن يتوالد سائلات عصبية؟ ولا تنقبض العضلات وتنبسط بصورة طبيعية؟ ولا يعاني الشخص من الشد العضلي؟ ولا لن تنقبض العضلات؟ يبقى بالإجابة ضبط كده لن تنقبض العضلات لأن المادة السامة بترتبط بالمستقبلات للنواقل العصبية وبالتالي لن تنتقل النواقل العصبية للعضلات وبالتالي لن تنقبض العضلات أي مما يلي يصف الصفائح النهائية الحركية بشكل صحيح؟ فاكرين إيه هي الصفائح النهائية الحركية؟ الصفائح دي هي الجزء في السركلامة اللي موجود على الخلية العضلية هو جزء من التفرعات النهائية للخلية العصبية؟ ولا جزء من محور الخلية العصبية؟ ولا جزء من غشاء الليفة العضلية؟ ولا موضع اتصال تفرع نهائي للليف العصبي بغشاء خلية عضلية؟ زي ما قلنا هو جزء من غشاء الليفة العضلية وبكده أعزائي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وإلى اللقاء في حلقة قادمة